نحن النهاردة معنا نموذج الطبيب الفنان بشوي أمين طبعاً ده يعني عايز أقولك أنه هو حاجة إحنا بنفتخر بشوي لأن العمله مش قليل هو فنان في كل حاجة هو ما شاء الله يعني متنوع وعنده موهب كتير جداً طبيب أسنان لكن موهبته في الرسم والتصوير الزيتي كمان بيعزف مزيكة كل هذه الموهبة وصرته أنه يكون في الآخر أول فنان مصري لوحاته بتعرض في أكاديمية الفنون في برشلون طبعاً الأكاديمية دي واللي ما يعرفش عنها واحدة من أعرق مدارس الفن الكلاسيكي العالمي طبعاً بشوي بقى عنده فرصة أنه يدرس في الأكاديمية أو يدرس في الأكاديمية وحق موهبته على المستوى العالمي خلال نشوف هذا التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية بشوي أمين طبيب أسنان تمسك بحلمه وموهبته في فنون الرسم والتصوير الزيتي إلى أن أصبح أول مصري يدرس بدوام كلي لأكاديمية الفنون ببرشلون ويعرض لوحاته الفنية بمعرضها ليضع اسمه على أول طريق الفن الكلاسيكي العالمي بشوي أمين طبيب أسنان تمسك بحلمه وموهبته في فنون الرسم والتصوير الزيتي إلى أن أصبح أول مصري يدرس بدوام كلي لأكاديمية الفنون ببرشلون ويعرض لوحاته الفنية بمعرضها ليضع اسمه على أول طريق الفن الكلاسيكي العالمي خطوات متسارعة ومجهود كبير بذله بشوي أمين في مجال الفن الكلاسيكي بدأ بالدراسة عبر دورات تدريبية في أكاديمية ببرشلون خلال إجازة دراسته بكلية طب الأسنان بالإسكندرية قبل أن يدرس بدوام كلي في الوقت الحالي بعد تخرجه وعمله الطبي ولم يقف طموحه عند ذلك بل يأمل في أن يصل إلى مستويات الفنانين العالميين مثل رايان براون ودانيال بيلمس ودوريان آيتين وجيرمي مان بشوي أمين يرى أن فرصته في كونه أول مصري في أكاديمية برشلون للفنون وهو ما يعتبر فرصة ذهبية لأن الأكاديمية تهتم بتعليم الأسليب الأكاديمية والكلاسيكية في الرسم والتصوير الزيتي وهي امتداد للمدارس والأتليهات الكلاسيكية للقرن التاسع عشر وحيث إن الأساتذة بها يعدون من الجيل الرابع من تلام ذات جون ليون جيروم وإنجيوني حبه للفن لم يقف أيضا عند الرسم والتصوير الزيتي فقط بل خاض تجارب فنية أخرى في مجال العزف عبر آلة البيانو التي أوصلته إلى آلات أخرى تعمل بالنفخ وهي الكلارنات والناي وذلك بجانب الاهتمام بدراسته العلمية التي حصل فيها على بكل ريوس طب الأسنان قبل أن يخوض دراسة الفن الكلاسيكي عالميا يمكن زي ما شوفنا في التقرير بشوي أمين مش بس مهوب في الرسم لكن كمان مهوب في العصف والموسيقى ودلوقتي معنا عبر الزوم صباح الخير عليك يا بشوي من بارشلونا صباح أمور عليكم كلكم أهلا وسهلا نقول لك بوينس ديس بوينس ديس يعني إحنا كنسؤال للحلقة عندنا النهاردة يا بشوي بيقول أنه السوشيال ميديا أثرت في شخصيتك إزاي ويمكن أنت كرسام دلوقتي أو فنان الموضوع ده هيفرق معيك فإنك تعرض لوحيتك وتعرض موهبتك فهل السوشيال ميديا أثرت فيك؟ أي حاجة لها إيجابيات وما سواء بالسلب أو بالإيجابة السوشيال ميديا كانت واحدة من الأسباب لغا نتكلم على أن هي قدرت توصلني بالأكاديمي في نفس الوقت هي تعتبر زي معرض مفتوح لكل الناس بيقدروا يشوفوا شغل الفنانين من كل العالم بتسهل والتواصل أكتر ما بين الناس وبعضهم ففي جانب إيجابي كبير جدا جدا إلى جانب كمية المعلومات المتاحة اللي موجودة على الإنترنت اللي كان ممكن قبل كده نكون بندور عليها بشمعة في ممكن في زرف خمس دقيقي يكون عندي بي دي ايف كبير جدا جدا المدين معلومات يقدر يفرق في المجال كله ده سهل للدنيا جدا جدا ممتاز ولو عمل التواصل ما بين الناس في دمنا الحاجات الموجودة طيب احنا عايزين نتكلم طبعا عن اللوحات اللي انت بتشارك بيها في الأكاديمية لكن انت ازاي أصلا بدأت في الفن رحلتك مع الفن بدأت ازاي وبعدين الشخصية يعني الطبيب أسنان ورسام وبيعز في كلاريناتو وبيانو وناي يعني في مواهب كتير قوي داخل في بعض وفي النهاية ما شاء الله يعني متفوق في كل حاجة او بلأي حاجة وسط ربنا ويعني دي حاجة من عند ربنا لا فيش أي مجهود خالص 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 يعني بركة ربنا بتغني ولا يزيل معها عايزة عمي فالمفروض القصة بدأت من زمان جدا من وانا طفل أربع خمس سنين واني بتتشدر الموسيقى في العموم أحب أتفرر بالحاجة التي فيها ألوانه اتديت في المدرسة أخوش مسابقات كان في المدرسة ساعات لأ بيتم تجنيبي لأ قاعد انت دلوقتي على جانب هندخل حد تاني مكانك المسابقات واحدة واحدة من خلال الكلسة بتادي تبقى في مسابقات تانية أكتر قاعد في البشاربط طبعما في المسابقات دي ما تخش الضارة اقصدت اللي بعدها تمام اقصدت كذلك اللي حد بعدين طبعا عندها اهتمام بابا وماما كانوا أنا مثلا حظي كان كويس وانا عندي سبع تمن سنين كان في كلية في المنج جميلة في اسكندرية بتادي حاجة اسمها المرسم الصغير اه قدموا لي فيه دخلت بتادي تتعلم بتادي تحضر مرتين في الاسبوع معايا الوراق والألم رصاص في البيت تبتدي شجال واحدة واحدة مع المسابقات بعد كده في سن حوالي تلتاشر سنة كنت في مسابقة كبيرة كده قدمت تعمل طبع أصفية الشباب في التنسعة مستوى مصر كلها كنت كان فيه مؤتمرات تحضيرية لها المؤتمرات دي بتبتدي من سنة جمعة كان الأستاس بتاعي الله يرحمه هو اللي سبب ان انا اخش كل سنة بتاع جمعة لأ دخلوه جربوه ودماغه هتقدر تتعامل مع الشباب دخلت جربت بعدها بسنة اتديت بايت انا من اللجنة اللي بتحط الشروط بتاعت المسابقات كان بسنة جمعة كبيرة وهما اللي دوني الفرصة دي ان هما ناس كانوا شايت غالباً كانوا شايتين حاجة في الوقت ده كنت بالعب كيانو بالعب موسيقى كأنشطة عادية جنب الدراسة خالص وابتدأ الموضوع يكمل واحدة واحدة لحد ما في صيف 2018 كنت انا في الكلية جيت على طول هنا على الاكاديمية في كورس بسيط جاء الديركتور او العميد بتاع الاكاديمية الستوديو بتاع الرسمي بيبص مين اللي عندو 19 سنة ولا 20 سنة اللي جاي يسايف مصر وجاي برشلونا إصبوعين ولا يصيف ولا ينزل البحر جاي مجرد بس عشان يرسم معاني بعدها دخلت المرسم بتاعه عزنية تفضل المرسم تاخدنا كبيرة جداً جداً وبعدها قال لي ياريت قدام ختم بي يعني ياريت قدام تيجيت تجوي نصب الاكاديمية طبعاً انا من هاول الصدمة ده اسمي جداً جداً يعني انا نوردا احساسك ايه احساسك ايه ان النوع ده من الاكاديميات بالذات بتقدم لي التالنت او المواهب او الحبين انهم يدرسوا الرسم من كل انحاء العالم برشلونا على فكرة من المدن اللي بيدرس فيها ناس كتيرة جداً او طلاب كتير جداً من جميع انحاء العالم في جميع المجالات فاحساسك ايه هم كمان اختاروك تكون مدرس يعني ده حاجة مستهلة وحاجة صعبة جداً ومهمة احساسك كان ايه هو هو فيه تصحيح بسيط انا مش مدرس انا السكولرشيب المنحة بتاعتي اللي انا اخذتها منه هي استوديو اسيستنت استوديو اسيستنت هو يعتبر انا اسيستنت للمدرسين في اي حاجة ليه علاقة بالستوديوهات بتاعت الاكاديمية والسات اوب والكلام ده كله فانا لسه مش بدرس انا لسه بدرس هناك بس هو اصلاً بس بتساعد الطلبة بأي طريقة يا بشوي؟ كانت صعبة شوية لان احنا عدد الاكاديمية في التلات سنين في القسمين بدعة الناحط والرسم والتصوير مئة وخمسين طالب من كل العالم فبطر ابعت سي بي كويس بطر ابعت كورتفوليو كويس ريكمنديشن لاترس كويه جداً منهم فانان مصر كبير فانان مثلاً لغص النحات الكبير هو كان كتب لي ريكمنديشن لاتر بتاعي توصية بحيث ان انا ادخل الاكاديمية وبعدين بيفلتروا الكلام ده كله ومنبتدي يشوفوا اللي ممكن يختارهم طبعاً عشان كان عندهم ريفرنس لان انا روحت قبل كده فكان فيه اولوية في الدخول ودخلت البرنامج عظيم ازاي اثرت هذه الفنون على عملك كطبيب اسنان بالنسبة طبيب اسنان هو فنان برضو صحيح صحيح جداً 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 وهل انت مكمل طيب؟ يعني انت كطبيب اسنان انت مكمل؟ انا مكمل مقدرش اسيب العمل كطبيب اسنان لان نحية قدرك زي ما قلت ما فرقتش كتير عن الفن لان هو جزء فني بس هو حاجة بقدرسات جاه الناس وفي نفس الوقت انا بقى بمبسط بمبسط وبقى مستنى متاعوانا شغال في طب الاسنان هي الحقيقة صارت معايا من زي عمل يعني من ساعة ندخلت الكلية كان في الكلينيكس او في العذاب كان الاساتزة ممكن يشرحولنا طريقة طرق مثلاً في الحشوات طرق في حاجات معاينة فكان بيبع عندي علم مصبت بالحاجات دي لان هي غالباً نفس الطرق اللي احنا بنستعملها لان الاختلاف طبعاً كتير جداً من ناحية قصدي الابليكيشن والكلام ده كله فكان فيه توتش مع المتيريال من قبل كده معي بكل الأشكال المتيريال فطبعاً ده كان بيخليني أبقى عارف شوية ما فيش الخوف فلما أبتدي أبتدي قدام العيان أبتدي أشتغل مع المريض لأ كان بيبقى في مستقر شوية فده كان بيبقى برضو من ساعة ربنا بيدي فتباك كويس عند الكاترة أو عند العيان طب دايماً لما توصل لخطوة بيبعينك على اللي بعدها عينك على إيه اللي جاي في الرسم؟ هو الحقيقة أنا الأهم دلوقتي بالنسبالي اللي أنا أفكر فيه إن أنا أطور بس من نفسي إن أنا أتعلم أكتر أي فرصة أقدر أتعلم منها أتعلم حتى الأسماء الكبيرة اللي قالت في التقرير كامساد دول النسبة الرسولي وناس مدرسين داي فأنا حالياً في في الأكاديمي فكل الهدف بتاعي بس حالياً لأنا طبعاً أنشر يعني أنشر الفن بتاعي بس وبعدين أتعلم بس الخطوة اللي بعدها لو فيه option إن أنا أدرس سواء في الأكاديمية أو برا الأكاديمية وبالذات عندنا في مصر بحيث إن أنا جربت إن المعلومة ما تكونش متاحة بسهولة لكل الناس فأنا عاوز أديها اللي قدر أديها لهم يعني تحت أي شكل أي حد محتاج بها لأن أكيد فيه ناس جداً جداً ممكن يكونوا أحسن مني فخورين جداً بيك على فكرة يا بيشوي فخورين جداً بيك على فكرة يا بيشوي إحنا فخورين جداً بيك ونتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي وبالمناسبة بيشوي وأهله كمان في دعمه ليه من هو طفل الحد ما وصل إلى هذه المكانة فيديو درس مهم جداً إن إحنا لازم ندعم أولادنا لازم ندعمهم في ممارسة هواياتهم مش هواية واحدة ده ما شاء الله هوايات متعددة وبشوي كان متألق وكان ناجح في كل هذه الهوايات وفي نفس الوقت قدروا أنه ينجح في دراسته ويدخل كل طب وطب أسنانه ومشاء الله متفوق كل التوفيق ليك في اللي جاي إن شاء الله يا بيشوي الفنان بيشوي أمين شكراً جزيلاً لك يعني في الحقيقة بيشوي فعلاً حاجة ملهمة جداً فعلاً حقيقة